أول صفة من صفات المؤمنين اللي استجابوا لأمل الله وفهموا القانون إنهم يؤمنون بالغيب يعني اي يؤمنوا بالغيب؟ في أول البقرة، في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب إذا لم يتحقق الإيمان بالغيب فلن يتحقق الإيمان والغيب هو ما غاب عنك فيه غيب مطلق غيب مطلق اللي في القبر أول ما يموت انتهى دوره في الدنيا وسنن الدنيا وكل ما يتعلق بقوانين الدنيا تبقى تقول لي هيبعثه إزاي؟ هيحاسبه إزاي؟ أنت تؤمن فقط أن فيه حساب بالنصوص القرآنية لما وصفت فيها علم الغيب وبالمناسبة أقول بمجموعة قواعد كده علم الغيب لا يدركه العقل علشان تحاول أن العقل يوصلك الأخيرة عملت زاي والقيامة زاي والجنة زاي والآخرة والصراط وكده لا يدركه العقل وكيف الله تعالى وصفات الله وتخيل المولى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير النبي علمنا صلى الله عليه وسلم المنهجية لا تتفكروا في ذات الله فتهلكه ولكن تفكروا في خلق الله وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلقه فلينظر الإنسان أما خلق فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بينناها وزيناها وما لها من فرود يبقى ينظر في عالم الشهادة علشان يؤمن بعالم الغيب يشوف قانون الله في حكمة السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار ألم نجعل أرض كفاة أحياء وأمواته وسنن الله تعالى في إدارة الكون المشهود المرئي في عالم أنفس وعالم الأفاق فكل ما يفهم ويأرى ويتعلم في عالم الأفاق وعالم الأنفس يتعرف أن الله حكيم أن الله قدير أن الله بصير سبحانه وتعالى